السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم? اهلا بكم في القناة. اه لو لسه جديد معينا اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. ولايك لو الفيديو عجبك. وبرحب كل المشتركين معي في القناة. وعايز اقول ان انا مبسوطة بكل التعليقات. كمان التعليقات اللي فيها اسئلة. اه بشوفها وهرد عليها كلها بفيديوهات خاصة. عن توافق الابراج وعن اه الابراج اللي فيه بينها رجوع ولا لأ. بس يا ريت اللي يكتب التاريخ. اه يعني لما واحدة تكتب التاريخ تكتب التاريخ بتاعها والتاريخ بتاع الطرف التاني. هتكلم النهاردة عن برج ايه? عن برج الثور. اه برج الثور الشخصية الرائعة المنتزة. الناس الفيبرت كتير وتعبت كتير. اه عايزة ابشرهم في الفيديو ده اشجعهم كمان على ان هما يقدموا على كل حاجة عايزين يعملوها. عايزة اقول لهم كمان لو انتو لسه تعبنين ويقاستوا بسبب بتاعب السنين اللي فاتت. ان خلاص اللي جاية اجمل ونجاحك هيكون مصيره في ايدك انت. يعني لازم تكون واثق في ربنا لان الوضع الفلكي هو مش صنع مخلوق. هو صنع خالق. الخالق اراد لك العزل بعد اختبار سنين. اه هتكلم معاكم هنا باستفادة عشان يهمني انكم تفهموا. اه كل حاجة. حتى لو هقول اغلبها في فيديو واحد مش مهم. المهم يوصلوكم معايا. اه يعني يوصلوكم الطاقة الايجابية والطريقة اللي لازم اه بتتحركوا بيها. اه طبعوا بس معايا. ومش هتعدي استنادي غيرو انتم حققين اغلب احلامكم وتموخاتكم ان شاء الله. اتكلم الاول عن الفرص المتاحة اه من الناحية العملية او المهنية. يعني حصدك فين وتتحرك ازاي عشان توصل لهدفك. او تحقق حلمك المهني او المادي اه يعني بشكل افضل ليك. اه هيكون الاحسن انك تشتغل اه من ضمن جروب يعني شراقة جماعة بس يكون لو كلهم نفس تفكيرك ونفس طريقة شغلك يعني عايزين يحققوا حلمهم جدين في شغلهم. الطريقة دية هتكون نكحة معيك. اه برج الصور او اه يكون عندك مشروع خاص بيك. يعني تشتغل لوحدك. المهم مش تحت قيادة حد. اه اللي انا بقوله ده بالسبب بانه يعني فين الحظ او فين شغلي او فين فيه حظ بيبقى موجود في حاجات ومش موجود في حاجات قانية. فلو انت لوحدك او متكون مجموعة ده هيبقى كويس جدا من ناحية الشغل. وده كمان هيطور مهاراتك العلمية والعملية. طريقة دي كمان في تحضيرك لشغلك هتمكنك انك اه بعد شغله كده تجني بقى في مرة عملك. اه هتتعب. بس النتيجة هتكون مرضية جدا بالنسبة لك. اه مع دخول شهر يونيو ده هيكون بالنسبة لك شهر حصات ارباح كبيرة نتيجة موجودك في الشغور. مو المفروض اللي هي من بداية السنة. الضغوط اللي ممكن تقابلها على مدار الشغور دي بس هتكون ضغوط آآ يعني عاملة زي يعني خاصة برغباتك الشخصية. يعني عشان تتجنبها ممكن تعمل ميزانية تقلل فيها من نفقاتك بزداد في اول خمس شهور من السنة. كمان وضعك الفلكي بيقول انك هتحقق جزء من اهدافك واللي كنت بتفكر فيها ونستنيها من وقت طويل. آآ بتحضرك برضو الافلاك من فترة من الفترة والحد نهاية شهر يونيو آآ من القرارات المالية. يعني الامور اللي فيها بيا شرا. آآ تعاقد على حاجة. لان الفترة دي ممكن تصرف مبلغ في حاجة على الفاضي تندم بعدها. فهنا تخلي بالك من حاجة زي كده كويس قوي. آآ يوم الحظ بتاعك هتكون حالتك المادية منتعشة آآ وهتكون مقبل على مفاوضات مهنية برضو وعقود مهنية جديدة غير اللي انت بدأت بيها على اخر يونيو ان شاء الله. آآ من ناحية العاطفة هو وقت مناسب جدا آآ لتطوير آآ العلاقات العاطفية هتلاقيه من بداية الصيف وبالذات غير المرتبطين رسميا هيكون العلاقات بتاعتهم هتبقى جنسيات مختلفة. بمعنى يعني يعني انت من بلد الحد اللي هترتبط بيه هيكون من بلد تانية. او العكس انت برج صور من بلد الحد هيكون من بلد تانية. وهتحصل تطورات على المستوى العاطفي وبالتالي ارتباط. آآ الحالي عندك حظ جيد. وعندك حظ جيد علشان الناس اللي بتقول لا ما فيش الشغل لا موجود بس ما فيش حاجة بتيجي لحد عندنا. لما كن بقول ان في حظ ده معناه ان انا لما اروح اشوف شغل هلاقي موجود شغل. لما انوي آآ اعمل مشروع شغل الموضوع بازن الله ميسر وناجح وكده. فهو الموضوع بيبقى متطلف في البداية. السعي والبداية منك انت وبعد كده بتشوف النتيجة ان شاء الله. عندك حظ منتصف. هتكون حاسس انك تيجي عليك فترة كده في نفس الوقت ده تحاسس انك عايز تقضي معظم الوقت الواحدة كده كأن يعني يعني قاعد عايز تسمع نازيك براحتك. آآ تأكل بردو براحتك. آآ يعني كل حاجة عايز تعملها براحتك مع نفسك يعني. والنصيحة لك انك آآ فعلا تستمتع بوقتك تحاول تتجنب المشاكل المحيطة وتتجاهلها كمان. وتستمر عشان تستعد للجاي. فبينقولك انك تحاول الاحتفاظ بأسرارك لنفسك وبس. ما تتكلمش مع حد في اي حاجة. الاحساس اللي هيكون موجود عندك في الوقت ده. آآ يعني البعض منكم يعني هيكون بيمنع فيه منكم يعني الاحساس ده بيمنعه عن التقدم او الحركة يعني هيجي احساس لفترة كده بسبب وضع للكواكب معين. آآ انك عايز تفضل لوحدك قافل على نفسك آآ برضو بتقضيها يا اكل وشوكولاتة وكده. آآ سعب بتحس المجزة علانة على نفسك. آآ عايز اقولك يا عزيزي برجتور صدقني ده الوقت المناسب انك تغير كل حياتك. الفرص مش بتيجي كتير. فهو ده الوقت المناسب انك تغير كل حياتك. آآ وتتجاوز اخطائك اللي فاتت. يعني كل اللي فات قعدنا كتير. آآ كان فيه ظروف صعبة كتير في اوقات كتير. لازم تتجاوز كل ده. ولازم تتقدم لقدام. وتخلي بالك كويس من اللي حواليك. وبرضو تفضل محتفظ باسرارك. خصوصا اللي انت عارف انهم حسيد. لانهم ممكن يعني الناس اللي بتحتد انت عارفين ممكن يخلوا حياة نجاحين بعد الشر يعني. آآ فلازم تخلي بالك ولازم تفضل برضو محتفظ باسرارك لنفسك. آآ شهر ده مليان مفاجآت. هتكون مستمتع جدا بنجاحك. آآ بلاش في الفترة دي تقلل آآ آآ من شأن نفسك في بعض الامور لانها هتتغير خلال الشهر ده. يعني لو حد كده مثلا عايز يخس. يقلل وزنه. هيقدر يعمل ده بكل سهولة. او اي حاجة تانية تجميلية شخصية بيفكر فيها. هيكون ده وقت مناسب جدا. لان انت تعمل كده. كمان وقت مناسب عشان تعبر فيه عن افقارك آآ بكل ثقة. وييجي بقى الصيف وتكون حالتك المزاجية كويسة جدا وبالذات في الحب. آآ آآ بازات قلنا ان هيكون حالتك المزاجية كويسة في الحب. هتعمل تغيير لستيلك. آآ واستيل لبسك. يعني شكلك العام كده كله هتعمله تغيير. هتحس بسعادة. آآ هتحس بتمقنان وسلام داخلي. كمان هقول لك ان الحياة آآ بتمنحك فرص كتير مع كل يوم جديد. اهم حاجة الحركة. عندك فرص كتير مع كل يوم جديد. كل اللي بيشغل تفكيرك في الفترة دي هيعدي على اكمل وجه وممكن كمان تقابل شخص يكون ليه اهمية خاصة في حياتك. بس تخليك فاكر اننا استفقنا انك تحافظ على اسرارك. هتكمل على كده وبحرص على انك تخلي الصفة دي فيك. عشان طريقك هيكون مليان حساد على او غاد. تخليك حذر. سابعا كلنا عارفين ان الدنيا. فيها الحل وفيها الفيء. يعني على دا وعلى دا. طف منتصف شهر ممكن تحصل شوية تغيرات. مش هتعجبك. آآ في معظمها. هتلاقي شوية عوائق وكزا مشكلة. كزا مشكلة هتلاقيهم في علاقة واحدة. يعني في علاقة واحدة على اقل. هتلاقي الكزا مشكلة في علاقة واحدة من علاقاتك. الامور مش تمام معاك قوي. آآ وده بيكون لسه في تخبطات شوية من الشهر اللي قبليه. آآ في شوية مشاكل خصوصا كمان المتجاوزين او المرتبطين. هتبقى في مشاكل ممكن تدخل في نقاش حاد وهيكون حاد جدا. آآ وهيكون مع حد من من الشخصيات المهمة في حياتك. يعني مش حد كده تكون نقاش في حقيقة من الشخصيات المهمة في حياتك. وهيكون عندك ظن في الفترة دي كمان انك هيجي لك احساس ان محدش بيحبك. آآ فهيكون ده مش حقيقي. وحاول في الفترة دي ما تقولش حاجة تندم عليها بعدين. تو بيحبك. آآ الفترة دي ما تقولش حاجة تندم عليها. آآ الفترة دي ما تقولش حاجة تندم عليها بعدين. شكرا